اشتركوا في القناة رئيسة اللجنة بالأعضاء الجدد في لجنة الجائزة وتم تقديم شرح موجز حول تطورات العمل في الجائزة على مدى دوراتها السابقة وما حققته من أثر على الصعيد الوطني والسعراضي الاجتماع استعرض أهم الأختصاصات للجنة الجائزة المتمثلة في اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها لجميع فئات المرشحين لنيل الجائزة واقتراح الجهات المرشحة لنيل الجائزة ورفع التوصيات إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للاعتماد وأصدار قرار يحدد الفائزين بالجائزة وعرض قرارات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بشأن تحديد مستويات ومزايا الجائزة تنفيذا للأمر الملكي رقم 17 لسنة 2019 بتعديل مسمى الجائزة وإضافة فياتي مؤسسات المجتمع المدني والأفراد وكذلك قرار صاحبة السمو الملكي بشأن تشكيل لجنة التحكيم الدولية التي تختص بالإشراف النهائي على عملية الترشيح للجائزة وفقا لمعايير التأهل بالفوز والمعتمدة من قبل لجنة الجائزة ومقترحات التطوير كما ناقش الاجتماع معايير التأهل للفوز بالجائزة بحسب استمارات المشاركة لجميع الفئات والتأكيد على أهمية مراجعة أعضاء اللجنة لجميع استمارات المشاركة لجميع الفئات وابداء ملاحظاتهم واقتراح الأوزان المناسبة لكل معيار وبنوده التفصيلية مع الأخذ بالاعتبار همية صياغة المعايير بما يتوافق وينعكس على مستوى الجائزة من حيث رصد تقدم المرأة البحرينية في المؤسسات والجهات التي تستهدفها الجائزة ترجمة نانسي قنقر